السلام عليكم هاني ان شاء الله تكونوا باخر على خير أمر لكم مزيانة ويلقاكم الفيديو بأحسن أحوال هي أهم حاجة اليوم مع فيديو جديدة كان كون فرحانة بزاف فأنا ندرهم لكم حيث نتخسم معكم هكذا بخدوية وكان كون فرحانة أننا نتخسم معكم فيديو اليوم الموضوع هو كيف نعتني البشرة والشعر من بعد الحمام الموضوع مهم كما تشاهدون أنا لا أخرج من الحمام لا يزال الفيديو الحواج اللي قمت بسط الحمام هو القوماج قمت بطونر والحواج اللي سنتقسم معكم أول حاجة قمت بها هي ديودورون ستيك من هاد المحك هذي ميتشوم ميتشوم معرفش كيف تنطق مهم هي هاد المحك هذي مهم هذا ستيك واعر كثير في البنات هاد المحك هذي استعملت صابونة هو ستيك هو صابونة ماشي هذا تهوة واعر وهذا كذلك تهوة واعر نفس اللفة عندهم بجوجهم المهم هذا المحك هذي خطيرة يا بنات أنا لم أقوم بعمل ديودورون لماذا كنت أقوم بعمل ديودورون كي ينضر لي بحل شيء والسيسات تحت لزلسل لم أعرفت ما هو المشكل والسيسات تحت لزلسل فشيسات تحت لزلسل وما فشيسات تحت لزلسل ستيك وصابونة لديت عليهم حسن حسن من ديودورون فشيسات تحت لزلسل تحت لزلسل هذه أول ما قدرتها ثاني يمتلك هذا هو المشكل ونقر بالمشكل وعر كثير كنت ألقي مرة وحده سمانة حيث هو مجاد بزاف كنت كنت ندير الوجه ديلي كامل ولكن من قررت عليه مزيان هو كيتدرغي البلايس اللي فيهم بحل بمثال عن هاد البلايس هادو اللي كيتطواء ولي فيهم اه اللي غيتكونوا فيهم التجاعد من هنا القدام هاد البلايس هادو و هاد البلايس هادو احقا شو ودير بحل الفيديا البوتوكس ما كيخليش هادوك تجاعد كيبانو والنتيجة والنتيجة كتبال لكم البنات من بعد واحد جسي مناديا ديلي سيمال كتبال لكم النتيجة واكتر يكي يقضي على هادوك اه تجاعد الرقيقة لي الله كتبغي تكون كي يقضي عليهم مهم كنتستعملوا تقف هادوك المراطق اللي فيهم تجاعد الرقيقين وكنستعملوا غير بالليل لبنات حيث هو كيتدار غير بالليل ما مخصدكمش تديروه بنهار والتكستيور ديالو دغيال بشرة كتشربوه بزربة 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 مدقيقة سافيك تحسوا براتكم حلما كنتوا ديرين تشي حاجة مهم ثاني حاجة كندير هي سيروم هذا ديال استيلودر يواع بزرف النادي خاطير صراحة هذا كود كور ديالي هو هاد السيروم هذا ديال استيلودر كي يخلي الاشراقة في الوجه كي يرتب هادو هما جوج حواج اللي اللي بزربة كي يبنوا لكم أبار انه كي يوحد اللون ديال البشراء أبار بزرب ديال الحواج مهم انا غندير نطف يوحد اللي يجبها هنا يوم تحسون البشرة يليكم رطبا بزربة حتى انتم نشوفوا سوف نزيد قليلا سوف نضغط الكريم لدي الكريمات ولكن اخر شيء سوف نضغط الكريم كما قلت لكم نضغط الكريم خطيرة خفيفة على البشرة سوف نضغط الكريم لدي الكريم لدي واحدة اخرى وغالية ولكن تقيلة كما نضغط الكريم لكي نضغط الكريم ونحس بها لقد نضغط كبير ونضغط الكريم نضغط الكريم ذلك أبدا ومن المرة لا تستطيع الكريم لتضغط الوجه سوف نضع هذا من قبل العينين نضع الميكس نيت خطير نضع الكريم نضع الميكس نضع الميكس وسنضع الميكس تشعر زائد والذي تستعمل هذا يا البنات لا تشكي حتى نذهب للصالون تستعمل هذا شريتهم من تيكي ماكس شريت هذا الكبار وهذا الصغار لديهم 6 ثلاثة صغار وثلاثة كبار هذا الصغار لديهم الحجبان مثلا الدوفي وهذا الوجه والمناطق اللي يكونوا شوية كبارين انا الصراحة من هار شريتهم بديت كنستعملهم غير الحجبان ديالي والديوفي فشكينوض ركما عارفين انا دي كندير لايزر وفشكينوض مرة في شهر مرة في شهرين كان حيث هذا الشعر اللي يكون زائد اما الوجه الصراحة ما استعملتهم مو عوالي شنستعملهم حيث ما ما نقدرش نزعم باش نستعملهم من وجه ديالي ولكن بالنسبة للحجبان والديوفي طب كينوك مش حاجي اسمتها السالون هجا نورلكم كندلي بحلقة كنميل لكشفرة او كامل انحيني ديب شوية بحلقة 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 ونتزم بحلق بحلقة ونكتنا بحلقة سوف نستعمل هذا الصغير لماذا؟ حيث نتحكم فيه كثيرا أما الكبير خصوة منطقة تكون كبيرة ونضع دبا لهذه الحاجة بهذا دبا كنحس بهم تنقاوا في دقيقة ما كلا سالون لا تشي حاجة دبا سوف نضعه في الالكول باش نعقمهم ومن بعد سوف نشفها ونردها البلاسها هاتشي لي كايين دبا ساليت من البشرة ديالي غاد ندوز للشعر أول حاجة غاد ندير هي أنني غاد نمشطو غاد نمشطو ومن بعد هذا غاد ندلي تهوار روتين دياله دبا أول حاجة من بعد ما مشت الشعر ديالي غاد نستعمل هات سيروم هاد ديال البونتين يوعر بزاف ما كايزيت الشعر شحال مدرت يعني انتم ما شوفوا شحال مدرت شحال مدرت نهائيا ما كتحسيش مشعرك كايز دبا مزيت كندرو غال هات الأطراف هادو اللي عندي شوية ناش فين دكشي البقاء كندوز على الفوك مهم ثاني حاجة غاد ندير غاد ندير زد ديال الأرقان هذا اللي بتجميل سوف ندير واحد جوج نقيطات شوية سوف نديرها بتاية الأطراف أنا زيت أرجان أجيز عليها بزر كنديرها للوجهة ديالي كنديرها الشعاري جميع الوصافات كندير زيت ديال أرجان سوف نديرها من اللي كندير نشاف الشعر كنستعمل هذا هذا جوجة في اللي كندير شعر من الحرارة وكنت بارتجيشو معاكم كما قلت لكم من اللي كندير مستعمل السوشوار كندير هذا قبل كندير هذا اللي يحمي من الشعر اللي كندير ولكن لا أريد أن نشفه سوف نشفه بحالك ونشف على خاطره لا يمكن أن نشفه سوف نشفه بحالك سوف نضيف الكريم الذي يديه هذا يوجد أرجانيت نضيفه اليدين و الضفار هذا دواع و الساف سوف نضغط اليدين ثم سوف نضغط اليدين لديه فمي نضيفه كارميكس يوجد رائحة الفليو سوف نضيفه من بريمارك نضيفه فمي سوف نضيفه سوف نضيفه فمي سوف نضيفه فمي سوف نضيفه فمي و لكن بعد المرات نبدل على حيث بعد المرات كانت تعود على كريم و السيروم و لم تكن أعطي نتيجة سوف نبدل و عادة أريد أن أعود ترجعي لك و من بعد تعود إلى السيروم و كما كانت أنا أحكى البشرة دائرة و هذا روتين و كنت أتمنى أنه يكون أعجبكم و إلا أعجبكم كالعادة خليوا لي أي سؤال خليواهد في كومنتار سوف نريكم بزا 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 بسلام عليكم